ومن جانبه أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمع أن الدولة المصرية تؤدي دورا رائدا في أزمة المناخة وتبذل جهودا كبيرا لمواجهتها وفي هذا الإطار شدد وزير الأوقاف على أن رأي الدين في القضايا العلمية سواء الطبية أو البيئية يتبع رأي الأطباء وأهل العلم مؤكدا دعمه لكل ما يؤدي إلى المصلحة العامة والوطنية ومشيرا إلى أن التكليف الشرعي إما لضرء مفسدة أو جلب مصلحة تؤدي الحكومة المصرية والدولة المصرية دورا عائدا توجب استضافتها لمؤتمر الأطراف القادم في 2022 وعندما تقدم الحكومة مشروعاتها التخطيطية المستقبلية فإنها تضع في الحزبان كل هذه العوامل والتغيرات المناخية المحتملة فنحن في الجوانب الطبية نبني على الأطباء وفيما يتصل بالبيئة والتغيرات المناخية والتحديات نبني أيضا على أهل العلم ودورنا أن ندعمهم في الجوانب التوعوية والتسقيفية